طيب أستاذ عبد الله لماذا نجد حرص شديد الآن في الأولى الأخيرة من جانب الرئيس الفرنسي منويل ماكرون من أجل إقامة هذه المباراة الودية التي تجمع كلا المنتخبين الجزائري والفرنسي في العاصمة الفرنسية باريس برغم من أننا نتذكر بأنه في عام 2001 وأثناء هذه المباراة الودية جرى اكتياح من الجماهير الجزائرية لأرض الملعب وكان هذا الأمر بمثابة صدمة بالنسبة للفرنسيين بماذا تعلق على إصرار ماكرون على إقامة المباراة في هذه الفترة شيخي عبد الحميد كشك عليه رضوان الله هذا الشيخ الذي كان له أثر كبير في إعادة بعث الصحوة الإسلامية في الجزائر رحمة الله عليه الشيخ كشك في المسجد شأله شاب قال له يا مولانا أي الأديان الأكثر انتشارا في الأرض الإسلام النصرانية البودية قال له لا يا بني أنت مخطئ الدين الأكثر انتشارا فوق الأرض هو كرة القدم وكرة القدم هي معبودة الجماهير في الجزائر والجزائرين لا يدخل لهم إلا من كرة القدم فماكرون يعرف من أين تؤكل الكاتب لكن ما نسيه أو تناساه ماكرون بغبائه لأنه مراهق سياسي أن الجزائرين تجاوزوا هذا واحد ثانيا أن الشعب الجزائري عندما تكون بلده يعني محل 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 مساومة لا يعرف لا كرة ولا جد ولا كراطي يعني كل هذا سيكون لا يختلط له الجزائريون أبدا الجزائريون يعرفون أنه ليست كرة القدم هي التي ستصلح ما أفسده الاستعمار ولن تكون هي التي تهدئ الذاكرة بالمناسبة هذه الزيارة سماها ماكرون زيارة تهدئة الذاكرة وسماها الإعلام الفرنسي زيارة الشباب